أهلاً الكرام رح نأخذكم في جولة من خلال الأرقام عن وادي ميناء مع زميلنا صالح العمري دعونا نتابع السلام عليكم يقع وادي ميناء على بعد سبعة كيلو مترات شمال سرق المسجد الحرم بين مكة المكرمة وبشعر مزدلفة وهو مشعر الداخل حدود الحرم ووادي تحيط به الجبال من الجهة الشمالية والجنوبية ولا يسكن إلا في الفترة التي يؤدي فيها الحجاج مناسك الحج ويحده من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر ويعد أكبر المشاعر مساحة في مكة المكرمة وتبلغ مساحة مشعر ميناء بحدوده الشرعية 16 كيلو متر مربع وهو من أكبر المشاعر المقدسة احتضاناً للدوائر الحكومية والجهات الخدمية العاملة على تيسير أداء مناسك حجاج بيت الله الحرام بما يقدر بـ 15% من مساحة السفوح الجبلية للمشعر وتستخدم المساحة المتبقية لنصب الخيام من أجل إيواء الحجاج على مساحة تقدر بـ 2.5 مليون متر مربع تستوعب نحو 2.6 مليون حاج وبهذا يكون المشعر أكبر مدينة خيام في العالم وكل من يأتي إلى المشاعر المقدسة يشاهد منشأة الجمارات والتي تعد نقلة نوعية في خدمة حجاج بيت الله الحرام خلال السنوات الماضية وجاء تنفيذه قبل 16 عام في مشعر ميناء بأعلى معايير الجودة والمتانة لتسهيل تأدية الحجيد لمنسكهم بطمأنينة ويسرها 4 مليارات و 200 مليون ريال كانت كفيلة بإنشاء مشروع ضخم لجسر الجمارات في مشعر ميناء والذي يستقبل الملايين من ضيوف الرحمن عبر خمسة طوابق ارتفاع كل طابق منها 12 متراً وتبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف حاج في الساعة ويصل طوله إلى 950 متر وبعرض 80 متراً وصمم على أن يتحمل زيادة مستقبلية إلى 12 طابق يحتوي جسر الجمارات على 6 مباني خدمات ومهبطين للطائرات